بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الخامسة المحاضرة الأولى تعريف المد وحروفه المد حكم من أحكام التجويد ينبغي مراعاته عند قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى ونبدأ بتعريفه أولا المد لغة يطلق على معاني كثيرة ومنها السيل ومنها الارتفاع ومنها الامتداد ومنها البست كما في قوله تعالى وهو الذي مد الأرض أي بسطها وأما اصطلاحا فهو إطالة الصوت بحرف من حروف المد إذن أخذنا من معنى المد الإطالة وقلنا إن المقصود بذلك هو إطالة الصوت وليس في كل الحروف بل بحرف من حروف المد إذن اقتصر معنى المد على حروف المد وهو إطالة الصوت عند النطق به ولنتكلم عن حروف المد فحروف المد ثلاثة الألف والواو والياء التي تسمى في اللغة العربية حروف العلة ولكن قال بشروطها وشروطها إثنان لذلك نتكلم عن شروط المد أو شروط هذه الحروف الثلاثة حتى تكون حرف مد الشرط الأول أن تكون ساكنة ومعلوم لدينا أن الألف لا تأتي إلا ساكنة أما الواو والياء فتارة تأتيان ساكنتين وتارة تأتيان متحركتين فإن أتت ساكنتان فعندهما إذن تسمى حرف مد وأما إن جاءت متحركتين فلا تكونان حرف مد والشرط الثاني أن يكون ما قبل حرف المد متحركا بحركة مناسبة لحرف المد أي أن يكون ما قبل الألف مفتوحا وما قبل الواو مضموما وما قبل الواو مكسورا إذن حروف المد الثلاثة ننخصها على الشكل التالي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها الواو الساكنة المضموم ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها وسلفا نقول إن الألف لا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي ما قبلها إلا مفتوحا فهي حرف مد دائما أما الواو والياء فيختلف الأمر فيهما فتارة تكونان حرف مد إذا انطبقت عليهم الشروط وتارة لا تكونان حرف مد إذا اختل أحد الشرطين من هذه الشروط ونضرب مثالا على ذلك من قوله تعالى وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا فنلاحظ بالنسبة لحروف المد هذه أو في هذه الآية جاءنا عدة ألفات وعدة واوات وعدة ياءات أما الواو الأولى فليست حرف مد لانفتاحها وأما الواو الثانية فهي ساكنة وما قبلها مضموم فهي حرف مد وفي كلمة الكافر عندنا الأرف التي بعد الكاف ساكنة وما قبلها مفتوح وعندنا في قوله يَا لَيْتَنِي الياء الأولى ليست حرف مد لانفتاحها الألف بعدها حرف مد لسكونها وانفتاح ما قبلها الياء الثانية يَا لَيْتَنِي ساكنة وما قبلها مفتوح فلا تعتبر حرف مد أما الياء الثالثة فهي حرف مد لسكونها وانكسار ما قبلها وكنت ما فيها حرف مد ترابا عندنا ألفان الألف الأولى حرف مد والثانية حرف مد قال صاحب متن التحفة وَالْكَسْرُ قَبْلَ الْيَا وَقَبْلَ الْوَاوِضَمْ شَرْطٌ وَفَتْحُ قَبْلَ أَلِفٍ يُلْتَزَمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شَرْطٌ وَالْحَمْدِ الْعَالَمِينَ